بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات لبكالوريا 2018 الخاص بشعبة علوم تجربية والتقن الرياضي والرياضي رقم 5 قال إيلي آن متتالية عددية معرفة بحدها الأول إيلي 0 يسوي 1 ومن أجل كل عدد طبيعي آن أن إيلي آن زائد 1 يسوي لنا جذر 4 في إيلي آن قال برهم بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن إيلي آن أكبر تمين الصفر ثانيا قال لتكن في إيلي آن متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي آن أن في إيلي آن تسوي لنا لغة إيلي آن على 4 قال بين أن في إيلي آن متتالية هندسية أساسها 1 على 2 بعدها قال عبر عن في إيلي آن بدلالة آن ثم استنتج إيلي آن بدلالة آن بعدها قال احسب المجموع S آن حيث S آن يسوي لنا V صفر زائد V واحد إلى غاية V آن بعدها قال احسب الجداء P آن حيث P آن يسوي لنا E صفر في E واحد إلى غاية V إلى غاية V آن إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال برهم بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن إيلي آن أكبر تمين الصفر إذن نكتب هنا البرهان بالتراجع أنه ماذا؟ أنه من أجل ماذا؟ كل عدد طبيعي اسمه آن أن ماذا؟ أن إيلي آن أكبر تمين الصفر أكيد هنا البرهان بالتراجع مثلما قيل لنا إذن نقول أولا نسمي P آن الخاصية من هي هذه الخاصية التي نسميها P آن؟ هي أن إيلي آن أكبر تمين الصفر هذا الأمر الأول نقول أولا من أجل ماذا؟ من أجل أن يسوي لنا الصفر لدينا ماذا؟ لدينا إيلي صفر كم يسوي يا أبنائي؟ ها هو إيلي صفر إنه واحد وواحد بطبيعه أكبر من الصفر نقول أي P لصفر كيف هي محققة هذا الأمر الأول ثم نقول ونفرض إذن نقول ونفرض أن P لأن محققة من أجل ماذا؟ من أجل أن أكبر أو يسوي لنا الصفر لأن نطلقنا من الصفر إذن دائما التي تُعطى لنا في البرهان بالتراجع أن نبرهنة نقوم بفرضها أي ماذا؟ أي أن نفرض أن إيلي آن أكبر تمين الصفر ونبرهن صحة ماذا؟ صحة الخاصية P لأن زائد واحد أكيد من أجل ماذا؟ من أجل أن زائد واحد أي ماذا؟ أي الشيء الذي علينا أن نبرهنه أن إيلي آن زائد واحد يكون أكبر تمين الصفر ننطلق من الفرضية نقول لدينا من فرضية التراجع ما هي فرضية التراجع؟ انظروا ماذا لدينا أن إيلي آن قلنا أنه أكبر تمين الصفر وعلينا أن نصل إلى هذه ما رأيكم الآن أبنائي لو نظري في أربعة تصبح لنا أربعة في إيلي آن أكبر من صفر في أربعة تصبح لنا أربعة في إيلي آن أكبر تمين الصفر لماذا؟ لأن صفر في أربعة هو صفر بقي لنا أمر آخر أن نجذر هكذا ونجذر هكذا يعني لا يحدث شيء لاحظوا جيدا هكذا فماذا ينتج؟ هل وصلنا إلى المطلوب؟ نعم لقد وصلنا إلى المطلوب لأن هذه هي نفسه هذه لاحظتم؟ فتصبح لنا إيلي آن زائد واحد أكبر تمين الجذر الصفر المعروف أنه هو صفر ها هي أمامك نقول هكذا ومنه بي لي آن زائد واحد إذن قلت بي لي آن زائد واحد كيف هي محققة ثم نقول وأخيرا نملك أن إيلي آن تصبح لنا هي أكبر تماما من الصفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء سوف نتطرق الآن إلى الزائد الثاني قال لتكن في لي آن متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي آن كما يلي في لي آن يسوي لنا لغة إيلي آن على أربعة برهننا أنه يا أبنائي أن إيلي آن أكبر تماما من الصفر لهذا هنا في مجموعة التالية لا يحدث شيء لأن هذا موجب وهذا موجب لأن في اللغة التالية لا يوجد في بطن اللغة التالية القيم السالبة إذن قال بين أن في لي آن متتالية هندسية أساسها واحدة على اثنان إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن في لي آن متتالية كيف هي؟ هندسية أساسها قد أعطيها نقول تكون في لي آن متتالية كيف هي؟ هندسية إذا كان لدينا ماذا؟ إذا كان لدينا أن في لي آن زائد واحد يسوي لنا في لي آن في ماذا؟ في أساس اسمه كي الذي هو عندنا هو واحد على اثنان تابعوا هنا أرجوكم نقطة نقطة تصبح لنا هكذا في لي آن زائد واحد يساوي إذا أضفنا هنا زائد واحد فهنا ماذا نضيف؟ نضيف زائد واحد حتى تفهموا الفكرة إذن فماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوي لنا اللغة التم إي لي آن زائد واحد على ماذا؟ على أربعة ويساوي لغة التم إي لي آن زائد عفوا إي لي آن زائد واحد ها هي قيمتها نأتي بها إلى هنا فماذا تصبح لنا اللغة لتما هكذا جذر أربعة إي لآن على ماذا على أربعة حذري أن يأتي أحدكم ويضع هكذا هذا مع هذل يا أبني هنا يوجد لنا جذر لاحظوا ما رأيكم الآن لو نتابع علينا أن نصل إلى هذه القيمة مضروبة في نصف لأن الأساس قال هو نصف ما رأيكم أليس هذه هي لغة نفسها لو تصبح لنا هكذا ركزوا أربعة إي لآن تحت الجذر وهذا تخيلوا إذا وضعنا تحت الجذر في ماذا نضعه تصبح لنا جذر ستة عشر دقيقوا أرجوكم حتى تتعلموا لأن أربعة إذا دخلت إلى الجذر يعني تخيلوا ستة عشر بالجذر ماذا يخرج يخرج لنا أربعة لأن عندنا حتى تفهموا جيدا عندنا أن أربعة هو نفسه جذر ستة عشر هذه عليكم أن تكونوا على درابها يقول أحدكم لماذا تفعل هذا الشيء تابع لي تفهم لماذا فعلت هذا الشيء تصبح لنا ذي لآن زائد واحد يساوي لنا اللغة رتمة نعطي الآن ندخل عليهم الجذر كليا للفوق وللمقام تصبح لنا جذر هكذا جذر أربعة في إي لآن على ماذا على ستة عشر نحن نعلم أبناء إذا كان عندنا جذر ماذا جذر آ في الأصل هو آ قوة واحد على اثنان كل جذر هو قوة نسف حتى نفهم جيدا إذن فهذا له الحق فتصبح لنا هكذا تصبح لنا لغة رتمة ماذا أربعة إي لآن على ستة عشر قوة ماذا قوة واحد على اثنان فهذا له الحق أن ينزل من خواص لغة رتمة أنه ينزل إلى هنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد على اثنان في لغة رتمة عندنا كذلك نختازل من هنا أربعة ومن هنا أربعة فتصبح لنا إي لآن على ماذا على أربعة هل وصلنا إلى المطلوب أليس هذا هو نفسه هذا يا أبنائي انظروا بأمي أعينيكم نعم إنه فأصبحت نقول ومنه ذي لآن زائد واحد إذن ذي لآن زائد واحد أصبح يسأل لنا ماذا واحد على اثنان في ماذا في ذي لآن هل وصلنا إلى التعريف نعم لقد وصلنا إلى التعريف نقول ومنه هكذا نقول ومنه ذي لآن متتالية كيف هي هندسية أساسها كي يسأل لنا واحد على اثنان فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأرجو قد فهمتم الإجابة أنه أدخلت هنا الجذر هكذا ثم هذا نزل إلى هنا فأصبحت أن نختزلنا الأربعة من الأربعة ووصلنا إلى المطلوب نأتي إلى عبر عن ذي لآن بدلالة آن إذن نكتب هنا التعبير عن ذي لآن قلت عن ذي لآن بدلالة آن المتتالية متتالية هندسية إذن نقول ذي لآن يسأل لنا ذي لصفر في كي قوة آن لكن عندنا ذي لصفر ماذا يساوي نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر تصبح لنا تساوي لنا لغة رتمة إي لصفر على ماذا على أربعة هكذا لكن هذه ها هي قيمتها نأتي بها هكذا ونضعها في هذا الموضع فتصبح لنا لغة رتمة واحد على أربعة يمكن أن نجري عليها بعض التغييرات تصبح لنا ذي لصفر يساوي لنا لغة رتمة ماذا؟ ركزوا جيدا نقطة نقطة أبنائي حتى نتعلم إذن فتصبح لنا أربعة قوة ناقص واحد لماذا؟ لأن كل عدد إذا كان في المقام إذا نقلناه إلى البسط تتغير إشارة قوته فهذا له الحق أن ينزل إلى هنا فتصبح لنا ناقص لغة رتمة ماذا؟ أربعة أرجو قد فهمتم بعدها ماذا نأتي؟ نأتي بهذه القيمة ونأتي بها ونضعها في هذا الموضع فماذا ينتج؟ تصبح لنا و منه V لأن تصبح لنا تساوينا V لصفر هو ناقص لغة رتمة أربعة ضرب الأساس الذي هو واحد أو ركزوا جيدا نكتبها بالترتيب الأفضل ناقص واحد على اثنان قوة ماذا؟ قوة أن في لغة رتمة ماذا؟ لغة رتمة أربعة حتى لا تخطير أن هذا العدد نظنه أنه داخل لغة رتمة فقط أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال استنتج إي لأن بدلالة أن إذن نكتب هنا عنوان استنتاج إي لأن بدلالة أن لاحظوا هنا نحن ماذا نملك؟ نملك أنه في لأن يساوي لنا لغة رتمة تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا أ هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا لكن عندنا الشيء الآخر الذي علينا أن نقوم بجلبه هو عبارة في لأن نحن نملك وها هي أمامكم ما علينا إلا أن نسعب هذا الشيء هذا نأتي به ونضعه في هذا الموضع لما نضعه في هذا الموضع ماذا تصبح؟ ها قد استخرجنا عبارة إي لأن بدللت أن فأصبح هنا إي لأن يساوي أربعة في أسية ركزوا ناقص واحد على إثنان الكل قوة أن قلت الكل قوة أن في لغة رتمة ماذا؟ في لغة رتمة أربعة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم لم أفعل شيء إنما أتيت بعبارة في لأن وضعتها هنا فأصبحت عبارة إي لأن بدلالة أن فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى أحسب المجموع أس أن حيث أس أن ينطرق من V0 إلى مجموعهم إلى غاية VN إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ أس أن إذن نحن نقول أس أن هو مجموع لحدود متتابعة لمتتالية كيف هي هندسية أساسها كي يساوينا واحد على اثنان وحدها الأول لهو V0 قلنا يساوينا ناقص لغة رتمة ماذا؟ ناقص لغة رتمة أربعة كما تعلمون أن مجموع متتالية هندسية يقول أس أن يساوي هنا يقول الحد الأول للمجموع هكذا في الأساس قوة عدد الحدود ناقص واحد على الأساس ناقص واحد وفي بعض الكتب تجدوها واحد ناقص كي قوة عدد الحدود على واحد ناقص كلاهما صحيح ضرب البسط والمقام في النقص واحد لأن الكثير يعلق على هذا الأمر في اليوتيوب قلت نفسهم يعني هذا نفسه يساوينا الحد الأول للمجموع في واحد ناقص الأساس عدد الحدود على واحد ناقص الأساس كلاهما صحيح تصبح هنا أس أن يساوينا الحد الأول للمجموع في الأساس قوة عدد الحدود عدد الحدود كيف يحسب؟ يحسب بي دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد تصبح هنا هكذا أن ناقص سفر زائد واحد هذه قاعدة دائما في أي متتالية مهما كان طابعتها دليل النهاية ناقص دليل البداية وتوضيفنا واحد زائد واحد ثم عندنا ناقص واحد ها هو على السطرة سوف نبعد هكذا ناقص واحد على الأساس ناقص واحد ما علينا الآن إلا بالتعويض بالقيم فقط أبنا إذا صبح لنا أس أن يساوي الفي سفر وجدناه ناقص لغة رتم ماذا؟ ناقص لغة رتم أربعة في الأساس الذي هو واحد على اثنان الكل قوة آن ناقص فروا آن زائد واحد معنا سبح لنا آن زائد واحد ثم ناقص واحد على السطرة على واحد على اثنان ناقص واحد نفكر هنا في توحيد المقام هكذا لاحظوا وانتبهوا معي نكمل آن رويدا رويدا سبح لنا آس آن يساوي ناقص لغة رتم ماذا؟ ناقص لغة رتم أربعة في المقام أكيد تصبح لنا واحد على اثنان الكل قوة آن زائد واحد ناقص واحد على السطرة وفي المقام تصبح لنا ناقص اثنان زائد واحد لهو ناقص هكذا ناقص واحد على اثنان ناقص قلت واحد على اثنان كسر على كسر الباقي ينقلب والثاني هذا معروف هذا يبقى وهذا ينقلب فماذا ينتج؟ أولا تصبح لنا هكذا يساوينا S أن يساوي هذا الناقص مع هذا الناقص أكيد سوف يصبح زائد تصبح لنا 2 في لغة 4 ثم نفتح قوس في 1 على 2 الكل قوة زائد 1 ناقص 1 هنا على السطر ماذا تقول القاعدة إذا نزع خط الكسر عليكم أن تجعلوا هذه الحاضنتان أو هذا القوس الكبير لماذا لأن تصبح لنا هذه القيمة كلها مضروبة في ما فوق أو ما هو موجود في البسط لهذا حذري إن كتبتمها دون أن تضعوا هذه الأقواس فإن هناك كتابة خاطئة وقلت هذا الناقص مع هذا الناقص أصبح كلاهما أصبح لنا زائد وهنا زائد فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر الذي هو عبارة عن سؤال استنتاجي قال أحسب الجداء PN حيث PN يسعينا E0 في E1 إلى غاية EN إذن نكتب هنا حساب PN ركزوا هنا أرجوكم يا أبنائي هذه المتتالية E لأن ليست حسابية لاست هندسية لكن ال V لأن نحن برهنها أنها متتالية هندسية فتصبح لنا هذه ال E لأن هي متتالية استنتاجية نحن ماذا قلنا قلنا إذا أدخلنا نحن نملك نقول لدينا ركزوا جيدا نأتي دائما في هذه الأشياء إلى آخر حد هنا أوجد علاقة به وبيه المتتالية الهندسية التي برهنتمها أو كانت متتالية حسابية لدينا أن نقلنا أن يساوي لنا اللغاريتم ماذا اللغاريتم على ماذا على أربعة قلت ندخل الأسية على كل طرف تصبح لنا أسية تساوي لنا ماذا تساوي لنا أسية قلت اللغاريتم مثل ما تهكرت في الأمر أو على ماذا على أربعة قلت إذا التقت الأسية مع اللغاريتم سوف تذهب تصبح لنا ماذا تصبح لنا أسية قلنا يساوي لنا على أربعة نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين ولاحظوا هذا المجموع أتركه يتبعوني أو هذا الجداء أتركه يتبعوني حتى نلاحظ جيدا دقيقوا هنا أرجوكم نقطة نقطة إذن نكمل هنا أبنائي بعدما استعمل قلت جداء الطرفين في جداء الوسطين تصبح لنا قلنا أن E-N يساوي لنا أربعة في أسية V-N أو V-N لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تلاحظوا شيء بأم أعينكم الآن إذا أتينا إلى هذه القاعدة وبدأت الآن أعوذ فقط حتى تلاحظوا بأم أعينكم ماذا سوف يحدث أمامكم لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن سوف نأخذ هذا الشيء ونذهب إلى صفحة جديدة حتى تكون أمورنا منظمة لاحظوا إذا عوضنا هنا بصفر وعوضنا هنا بصفر فماذا ينتج؟ ألا تصبح لنا E-0 يساوي لنا أربعة في أسية V-0 نعم الآن تخيلوا إذا أعطينا لهذا واحد وهذا واحد ألا تصبح لنا E-1 يساوي لنا أربعة في أسية V-1 نعم إذا أعطينا لهذا الاثنان وهنا الاثنان تصبح لنا E-2 يساوي لنا أربعة في أسية V-2 تخيلوا الآن ننزل إلى غاية آخر واحد الذي هو وصلنا إليها هو أمامكم الذي هو E-1 يساوي لنا أربعة في أسية V-1 الآن إذا أتيت وضربت هنا ضربا عموديا هكذا مثلما تلاحظون إلى غاية هنا أكيد نضرب هذه كذلك يعني طرف لطرف نقول هكذا بي الضرب طرف لمن طرف لطرف نجد دقيق هنا أرجوكم لو تلاحظون جيدا أليس هذا الجداء هذا الجداء هو نفسه هذا نعم إنه لاحظتم فماذا ينتج تصبح لنا P-N الذي هو قلنا هذا في هذا في هذا هو نفسه هذا P-N يصبح لنا أنه يساوي لنا ماذا يساوي لنا أربعة في أسية V-0 في ماذا في أربعة في أسية V-1 في أربعة أفوا في أربعة في أسية ماذا دقيقوا جيدا قلت في أربعة في أسية V-2 إلى غاية هكذا كلهم بينهم في إلى غاية أربعة في أسية ماذا في أسية V-N لاحظتم هذا الأمر الأول الآن دقيقوا لو نلاحظ جيدا أربعة هذه تضرب في أربعة في أربعة مثلا تصبح لنا أربعة مربع في أربعة أربعة مكعب وهكذا كم هذه الأربعة ضربت في نفسها من مرة إنها تصبح لنا هكذا P-N يساوي لنا أربعة أس كم عندنا دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد دائما نقول آن ناقص سفر زائد واحد هذه الأربعة يا أبنائي لم تضرب مرة واحدة إنما ضربت حسب ما ضربت هذه الحدود عدد هذه الحدود كم هو دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد دائما قلت طبقوا بهذه القاعدة دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد دائما تضيفه من عندكم هذا لا جدال فيه في ماذا في أسية تخيلوا إذا قلنا عشرة في عشرة مربع في عشرة مكعب في عشرة كذا كذا ماذا تجعلون تجمعون الأسس بحنا في صفرة زائد في واحد زائد في اثنان إلى غاية جمع الأسس إلى غاية في آن لاحظتم لاحظوا وانتبهوا إذا هذا ماذا يعطينا يا أبنائي تصبحنا أنه في آن يساوي تصبح لنا أربعة أسس ماذا أس آن زائد ماذا زائد واحد إذا قلت أربعة أس آن زائد واحد لاحظوا هكذا حتى لا يفهمها بعض أنها مشتقة إذا هكذا ركزوا جيدا ثم في أسية ألا تلاحظون أن هذا يا أبنائي هو نفسه إذا هذا أليس هو نفسه آس آن الذي حسب من قبل ها هو لاحظوا وانتبهوا إنه الآس آن أين هو هذا الكلام ها هو ذلك الكلام ها هو أمامكم ألم نحسبوه نفسه الذي حسبناه الآن بأم عيننا لاحظوا ها هو أليس هذا المجموع هو نفسه ما علينا إلا سحب هذا المجموع معنا لكي نعوضه في مكانه لاحظوا إذا نأتي به هكذا ونضعهمنا من هناك شاهد حتى تلاحظه بأم عينكم ما علينا الآن إلا جلب هذا هو نفسه قلنا هذا فيصبح لنا ماذا تصبح لنا تسعي لنا أس أس آن الذي يسعي لنا أربعة أس آن زائد واحد في ماذا في أس سية ونأتي بتلك هذه القيمة لاحظوا إذا قلت نأتي بهذه القيمة هذه عفوا سوف ننسخها أفضل أركزوا أبنائي ولا تتعجلوا أرجوكم إذن هذه ونأتي بها ونضعها في هذا الموضع هذا هو المجموع أو الجداء PN ها هو أمكم أرجو قد فهمتم الفكرة الفكرة هي أنه علي أن أستغل العلاقة التي تربط ما بين VN و EN أو VN و EN العلاقة هي أنه EN يسعي لنا أربعة في أس سية VN إذا عوضنا هنا بالصفة وهكذا فوجدنا هذا الجداء وهذا الجداء أصبحت أربعة في أربعة في أربعة كم تكررت؟ تكررت أن زائد واحد مرة ها هي أمامكم ثم في أسية هذا لاحظه هو أليس هو الأسآن؟ نعم والأسآن هو محسوب من قبل فعودت في مكانه وانتهت القضية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته